الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فيا طلاب العلم الثبات على الحق غاية شمر الصادقون إليها وجاهدوا أنفسهم عليها وتأمل ما جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال أنس رضي الله عنه يا رسول الله ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أتخاف علينا فإننا قد آمنا بك وصدقناك أتخاف علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه ليس قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء إذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقلب القلب فماذا نقول يا إخوتاه عن أنفسنا ونحن في آخر الزمان وفي آخر الزمان الحياة تصبح مخيفة ألم تسمع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا أو يمسي مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم فلا إله إلا الله ما أعظم هذا الأمر يا إخوتاه ليس العبرة بأن تسلك على الصراط المستقيم إنما العبرة بالثبات عليه إلى الممات بؤسا له ذاك الذي عرف ثم أنكر ذاك الذي سلك إلى الدرب ثم أدبر ذاك الذي ذاق الحلاوة ثم أعرض تعسى الله باع الدر النفيس بالبعر الخسيس يا طلاب العلم تأملوا بمقلي قلوبكم قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها آتيناه آياتنا لربما كان من طلاب العلم بل من العلماء يعيش مع درس الكتاب والسنة آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الغاوون من لا ينتفعون بعلمهم ولو شئنا لرفعناه بها الرفعة بشيئين بالإيمان والعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولو شئنا لرفعناه بها كان مهيئا أن يكون من المتقين فصار من الفاسقين كان مهيئا أن يكون من أهل الوعد فأضحى من أهل الوعيد كان من أهل السنة والاتباع فغدا من أهل الهوى والابتداع بل ربما كان مسلما فصار ملحدا فاللهم لطفك الأمر والله يا إخوتاه عظيم والمقام مقام جد وليس مقام هزل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواها آتيناه آياتنا وهذه هي النتيجة أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعم أظلمه الله أجازاه على الحسنة بالسيئة لا وربي فكرم الله أعظم ورحمته أوسع وهو الشكور سبحانه وتعالى والله إنه ليجزي على الحسنة بالحسنة والذين اهتدوا زادهم هدى إذن من أين أتي أتي من قبل نفسه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه والسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والله أركسهم والسبب بما كسبوا إذن الأمر يا إخوتاه عظيم ولكنه أخلد إلى الأرض قلبه تعلق بالتنيا لا بالآخرة اغتر بدار الغرور ففتن بالفتن مال إلى مال ذهب إلى ذهب انتصب إلى هوى منصب أخلد إلى الأرض واتبع هواه ما أكثر الساقطين عن طريق الحق في هذا الزمان فحذاري يا من يريد نجاة نفسه يا طلاب العلم كنوا أنصار الله واطنوا أنفسكم على أن تدعوا من ضل إلى الهدى وأن تبصروا بكتاب الله أهل العمى وأن تصبروا منهم على الأذى يا طلاب العلم كونوا جبال العلم وبحاره وشموس الحق وأقماره كونوا كالجبال أكنانا تكن الناس من لهيب الغواية كونوا رواسي شامخات أن تميد بالناس أرضهم فإن الحيرة قد استولت على كثير منهم كونوا من ربان سفينة النجاح فموج الشبهات والشهوات كالجبال يا طلاب العلم إن كان ثمة رباط على جبل الرمات اليوم فإنكم أنتم المرابطون فاتقوا الله في أنفسكم اثبتوا ولا تبرحوا أماكنكم لا تغيروا ولا تبدلوا اصبروا على الحق وصابروا على الدعوة إليه ورابطوا على ثغور الإسلام واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا ما هي إلا ساعات وتنقضي إنا إلى ربنا لمقلبون وأن إلى ربك المنتهى أثبت أحد أثبت أحد اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد نعوذ بك يا مقلب القلوب أن تقلب قلوبنا عن الحق والدين اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ربنا لا تزئ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا